اعلامي مجلس الوزراء يصلط الضوء على اشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد الوطني ويبرز توقعاته بان تحقق مصر اعلى معدلات النمو كوتن يتهم اوكرانيا بالوقوف وراء تفجير جسر القرمة وكياذة تنفي وتندد بتحقيق روسي في الحادث بعد نوردستريم اغلاق خط النفط دروكبا الذي يربط بين روسيا والمانيا بسبب تصرب في بولندا الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيج نشرة اغبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التليفزيون المصري تحية لكم جهود حثيثة تبذلها مصر بمؤسساتها كفى لدفع عجلة الاقتصاد واستكمال محطات التنمية رغم التحديات العالمية جهود عكستها اشادات المؤسسات الدولية والعالمية لمعدلات نمو الاقتصاد المصرية وكللتها توقعات بتحقيق المزيد خلال الفترة القادمة موسيقى 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 في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي وتتراجع التوقعات بشأن معدلات النمو اعتمدت الدولة المصرية مسارات متعددة ومتوازية للتعامل مع تلك الضغوط واحتواء تداعيتها والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي في هذا الاطار نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا يسلط فيه الضوء على توقعات صندوق النقد الدولية بمواصلة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مؤشراته لأعوام قادمة رغم خفض التوقعات بمعدلات نمو أغلب اقتصاديات العالم أشر هذا التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولية بتحقيق مصر واحدا من أعلى معدلات النمو عالميا لعام 2022 ليسجل 6.6% مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022-2023 مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023 لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم لنا هاتفيا الدكتور محمد بغا أستاذ الإدارة واقتصاديات التموين والاستثمار دكتور محمد بعد التحية كيف ترى توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري وماذا تعكس تلك التوقعات في ظل انخفاض توقعات نمو معظم وأقوى اقتصادات العالم ولا مساء الخير يا فندم طبعا تقرير صندوق النادي الدولي بخصوص توقعات تجاه الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص وطبعا فيه توقعات تشاؤمية بالنسبة للاقتصاد العالمي انه فيه تراجع لمعدلات النمو يمكن بدأت منذ عام الجائحة وانتهت الى اقل مستوياته يمكن منذ عام 2001 نحن النهاردة بنتكلم على تقريبا معدل نمو 2.7% وده رجع طبعا تراجع معدلات النمو في اقتصاديات العالم الكبرى زي الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والصين وطبعا طباطه الانتاج العالمي وخاصة فيه الصين طبعا بيبقاله مردود قوي جدا على اقتصاديات العالم بشكل كلي بالنسبة للوضع المصري الحمد لله احنا في حدود امنة ومقمئنة احنا حققنا حوالي 6 و 6 من 10 وعلى الرغم طبعا من التحديات الكبيرة منها طبعا كورونا والتعافي منها ودخولا على الازمة الروسية الاخرانية الا ان الاقتصاد المصري الحقيقة بفضل الاصلاحات الاقتصادية اللي تمت كان هناك فيه مرونة اكبر وكان هناك فيه تصارع فيه معدلات نمو القطاعات المختلفة ووظيفة قطاعات جديدة بتعمل ايضا على تسريع وثيرة النمو في هذا الاقتصاد فبالتالي توقعاتنا احنا بنتكلم حوالي 4 ونصف في المية على الرغم من انه تدفع النمو العالمي وصل الى اقل مستوى ليه تقريبا الـ 2 و 7 من 10 في المية طبعا ده كان قادم من خلال الدفع المتزايد للتشغيل والتطوير في قطاعات الدولة المختلفة احنا بنتكلم على قطاعات قبل البلاء حسنا الفترة الماضية منها مثلا قطاع السياحة منها قطاع الطاقة منها قطاع الصناعات التحولية اهتمام الدولة المصرية برقمنا والتحول الرقمي كان ليه دور كبير جدا في انه معدلات النمو تحدث بشكل سريع وايضا تركيز الدولة في الفترة المقبلة على اضافة قطاعات اخرى يمكن احنا بنستغيل المؤتمر المناخ اللي هيعقد ان شاء الله خلال الشهر القادم في انه هتكون فيه استماعات ايضا تضاف ليه قطاع الطاقة وليه اللي هيبقالها صدى ومردود واسع جدا على اقتصادياتنا بشكل عام يعني هو توقعات مطمئنة حتى للمواطن المصري طب في رأيك دكتور محمد ما هي ابرز العوامل التي سهمت في صمود وصلابة الاقتصاد المصري امام الازمة الاقتصادية العالمية ومن قبلها جائحة كورونا كما ذكرت هو طبعا عملية الاصلاح الاقتصادي اللي تبنتها الدولة المصرية منذ عام 2015 والقرارات الجريئة اللي تم اتخاذها في 3 نوفمبر 2016 كانت عامل مهم جدا ان احنا بنقدر نفتح متنفسات للاقتصاد المصري ونجحنا بفضل طبعا ارادة المصريين وتحمل الشعب المصري لهذه الفطورة الباهظة وايضا ان احنا عندنا منظومة الارادة الخاصة بالدولة ككل ان احنا بنكمل هذا البرنامج ووصلنا الى مرحلة الاصلاح الهيكالي كان مرحلة الاصلاح الهيكالي اللي فيها بيكون فيه انعكاسات وبشرة على الوضع العام بالنسبة لنا يعني تحسين البنية التحقية تحسين البنية الاساسية بشكل عام في الدولة الاهتمام بالمرافق والقطاعات المختلفة في الدولة التشجيع على التصنيع واقامة المناطق الاستثمارية والصناعية والزراعية كل دي طبعا عوامل قدت في النهاية ان احنا بنصمد حينما قامت الدولة المصريية بعملة الاصلاح وادرت انها توصر مبالغ مالية تقدر تستفيد بيها ان احنا عبرنا بيها ازمة كورونا ان احنا قدرنا ان احنا نصمد امام الازمة الروسية الاوكرانية وهي اقصى ما يمكن علينا من ازمة كورونا فبالتالي كان هناك الحقيقة يعني مجموعة استشرافية من العوامل اللي الحقيقة قد دينا في النهاية ان احنا نقدر نواجه ونقدر نصمد في حين انه هناك اقتصاديات كبيرة جدا على مستوى العالم الحقيقة يعني بتهتز امكان الثقة فيها وحصل فيه نوع من الاختلال احنا بنطمن المواطن المصري كاقتصاديين على الوضع العام بالنسبة لنا وان شاء الله يعني مستقبل الاقتصاد المصري ان شاء الله يكون مستقبل واعد ومزدهر طبعا لا انسى برضو ان احنا نضيف نقطة بهم جدا ان معدلات الاستهلاك الكبيرة اللي موجودة في مصر كانت دافع قوي لي ان النمو يفضل تثابت عند هذه المستويات ولكن ايضا احنا بنتكلم عن انه لابد ان يكون هذا النمو مدفوعا بالتصنيع ومدفوعا ايضا بالتصدير ومدفوعا بانه يكون هناك طلب على المنتج المصري بكافة القطاعات المختلفة وده طبعا الضمانة الحقيقية لنمو المستدامة اللي احنا كلنا بنسعى اليه نعم دكتور محمد باغا استاذ الادارة واقتصاديات التمويل والاستثمار كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمزيد من المتابعة ينضم الينا من مقر مجلس الوزراء مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز كريم اهلك ان تضعنا في اجندة اجتماع اليوم ابرز الملفات التي من المتوقع ان شاء الله ان يتم مناقشتها نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل هذا هو الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ربما العديد من الملفات يتم مناقشتها بالفعل هذا اليوم ولكن ربما هناك ملفات بارزة وربما تعدى الاهم في ظل هذه الايام التي تسبق بالطبع مؤتمر المناخ كاب 27 الذي سيعقد في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ الاستعدادات ما زالت جارية بالطبع في مدينة شرم الشيخ ولكن هذه الاستعدادات لا تقتصر فقط على مدينة شرم الشيخ بل هناك ايضا تكاتف من الوزرات المختلفة لطبع وضع مصر داخل الصورة الكاملة بين التكاتف الدولي التكاتف المصري مع الدول العالمية بشكل عام للتعامل والتحول للاخضر هذا التحول الاخضر بالطبع يلزم بعض المبادرات للتحول للاخضر هذه المبادرات اما مثال على مبادرات التحضر للاخضر او حتى مبادرات خاصة من الوزرات وبروتوكولات تعاون مع مصانع بشكل خاص ومصانع اجنبية للتحول للمواد والمستلزمات الصديقة للبيئة ايضا هناك جزء هام جدا وهو الجزء الخاص بالمناخ الاستثماري داخل مصر هنا هذا المناخ الاستثماري يحتاج بالطبع للعديد من التحركات وعلى رأس هذه التحركات بالطبع هو بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الاعمال وجهاز حماية المنافسة لخلق بيئة تنافسية بالطبع تنشيط المناخ الاستثماري والنشاطات الاقتصادية المختلفة هذا بروتوكول التعاون ربما لا يهدف فقط لخلق هذه البيئة ولكن ايضا له طابع خاص وهي التسهيل ووضع القوانين المختلفة للتيسير على المستثمرين بشكل عام هناك ايضا الاجتماع مازال الان مستمرا ولكن هناك توقعات ايضا بالطبع بمناقشة ليس فقط الاستعدادات ولكن ايضا التعامل كما ذكرتم منذ قليل مع صندوق النقد الدولي وما ذكره عن ارتفاع المؤشرات الخاصة بيئة الاقتصاد المصري هذا بالطبع اهم ما يمكن ان يكون يحدث الان داخل هذا الاجتماع اشكرا جزيلا شكرا كريم بابرز مراسل التلفزيون المصري على هذه المشاركة شكرا جزيلا لك تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة اسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 496 قضية تمونية بمضبوطات بلغت اكثر من 290 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 32 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 66 طن وفي مجال عدم الاعلان عن الاسعار بقصد البيع بازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 421 قضية بمضبوطات بلغت اكثر من 216 طن اما في مجال قضية المخابز فقد تم ضبط 723 قضية من بينها 217 قضية خبز ناقص الوزن و22 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضية تهريب خارج منظومة توريد ارز الشعير تم ضبط 20 قضية بمضبوطات بلغت اكثر من 196 طن استقبل وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ كوب 27 السكرتير التنفيذي لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ سايمون ستيل اوضح المتحدث باسم الخارجية ان الوزير شكري اشاد خلال هذا اللقاء بمستوى التعاون بين مصر والسكرتيرية الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ مبرزا الاهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لنجاح المؤتمر سواء على المستوى التنظيمي او الشق الموضوعي وذلك بهدف الوصول الى نتائج المنشودة وتلبية طموحات جميع المشاركين فيما يتعلق بقضايا المناخ ذات الاولوية رحبت مصر بالتوصل الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل وعربت الخارجية في بيان لها عن تطلعها لان يسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للاسهام في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد وترصيخ المزيد من اطر ومجالات التعاون في منطقة المتوسط كما جددت الخارجيات تأكيدها على دعم مصر الكامل لاستقرار وسيادة لبنان وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق استعدادا للاستضافة مدينة السلام مدينة شرم الشيخ لمؤتمر التغير المناخي كوب 27 تشهد المدينة مراحل تنفيذ مشروع انشاء الحديقة المركزية بالمدينة تحتوي هذه الحديقة على العديد من الانشطة الحيوية والخدمية التي تخدم اهالي ورواد المدينة المزيد حول المشروع يستعرضه لنا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني ما زالت الاستعدادات قائمة وتجرى هنا على قدم وصاق في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام استعدادا لاستقبال قمة المناقب 27 في 6 نوفمبر المقبل بإذن الله من بين هذه المشروعات وهي المشروعات الصديقة للبيئة هو مشروع إنشاء الحديقة المركزية ومجمع البنوك وأيضا المول التجاري وهذه الحديقة تقام على مساحة 40 فدان مما توفر مساحات خضراء كبيرة مزيد من التفاصيل عن هذا المشروع مشروع إنشاء الحديقة المركزية هنتعرف عليها من خلال ضيفنا المهندس وليد عبدالغفار المهندس الاستشاري ومدير طاقم الإشراف على المشروع أهلا بك بشمهندس كلمنا تفصيلا عن هذا المشروع مشروع إنشاء الحديقة المركزية هنا في مدينة شرم الشيخ وبداية موقعها فين تحديدا هنا في المدينة أهلا وسهلا بحضرتك يا أساس أحمد المشروع بيقع في المسلس الأخضر بشرم الشيخ أو بحي النور المسلس الأخضر هو رابط ما بين الطرق الرئيسية المؤدية لشرم الشيخ الطريق الأوساطي والطريق الدائري بحيث إنه يكون بعيد كل البعد عن إعاقة حركة المرور المشروع مقام على مساحة 40 فدان من ضمنها 75% فأكثر مساحات خضراء لندسكيب نجيل وأشجار لو تعرفنا أكثر عن إيه هي الصعوبات اللي وجدتكم في تنفيذ هذا المشروع في بداية من ضمن الصعوبات اللي وجدنا في المشروع هو كان الوقت أولا ثم فرق المنسوب أو فرق الارتفاع ما بين الطريق الأوساطي لطريق الرابط بالمدينة كان عنده حوالي 9 متر أو 10 متر فرق منسوب قدرنا ناخد المشروع كله بميول ومشيات رئيسية ومشيات فرعية بحيث إنه يعني ما نعملش مصاطب أو نعمل سلالم بحيث اللي يقف في أوطى نقطة في المشروع يكون تكاشف كل المساحة الخضراء بالمسطحات المائية فيما يخص العدد الورديات اللي بتتم هنا تنفيذها أنا شاف العمال هنا يعني بيشتغلوا يعني بيوصلوا اليوم بشكل كبير والعمل قائم على قدم الوساق حدثني إنت بداية بدأتوا في المشروع من إمتى ويه الورديات اللي بتقام هنا في هذا المشروع إحنا استلمنا المشروع 15-24-22 يعني بقلنا بالظبط حوالي 6 شهور ما كملناش بالنسبة للورديات والعمالة إحنا شغالين بكامل قوتنا يعني ورديتين في اليوم بحسن تقريبا ما فيش راحة لكامل العمالة فإحنا ضغطين بحسن نحن نقدر أو إن شاء الله نسلم المشروع في يكون يعني بداية أو تسليم مشروع في قب توانتي سيفن استعدادا للزبار واستعدادا لمؤتمر المناخ يعني مشروع جميل جدا هو إنشاء الحديقة المركزية مما يوفر مساحات خضراء كبيرة بنشكرك شكرا جزيلا المهندس وليد عبدالغفار المهندس الاستشاري ومدير طاقم الاشراف على هذا المشروع الضخم كما شاهدنا يعني مشروع ضخم يقام هنا على أرض مدينة السلام المدينة الخضراء المدينة الصديقة للبيئة مشروع إنشاء الحديقة المركزية على مساحة 40 فدان ومجمع البنوك والمول التجاري إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث تهم رئيس روسي فلادمير بوتين المخابرات الأوكرانية بالوقوف وراء تدمير الجسر القرم وصفا ذلك بالعمل الإرهابي في كلمة ألقاها في منتدى الطاقة في روسيا أكد بوتين أن تحديد صقف لأسعار النفط يعد تهديدا لرفاهية مليارات الأشخاص وأشار أيضا إلى أن روسيا سوف تبقي معدلات تصدير وإنتاج النفط عند المستويات الحالية حتى عام 2025 النظام في كييف يستخدم أعمال إرهابية ويقوم باختيارات سياسية ويقوم بتمشيط لمدنيه ويعرضون على الإنترنت ويجرون أن يفتعلوا خطا وبعدها يعذفون الفيديو الذي أشاره وهناك أيضا إرهاب نووي حيث يقومون بقصف محطة زبروجة نووية وأيضا يقومون يحاولون قيام بعمل إرهابية في كورسكا الروسية ويريدون أيضا تدمير السيلة التركية كل هذه الأفعال موثقة ومؤكدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلنت رئاسة الأوكرانية أن قواتها قد استعادت خمس بلدات من القوات الروسية في منطقة خرسون الجنوبية يأتي هذا في الوقت الذي نددت فيه أوكرانيا بالتحقيق الروسي في الانفكار الذي وقع مطلع الأسبوع وألحق أضرارا بالغة بجسم القرم لا تزال تداعيات التفجير الذي استهدف جسر القرم آخذة في التصاعد حيث اتهمت موسكو وحدة الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسها كيريال بودانوفا بالوقوف وراء التفجير كما اعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي خمسة روس وسلاسة مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا بزعم صلاتهم بالانفكار الذي وقع السبت الماضي الاستخبارات الروسية قالت في بيانها إنه تم إخفاء المتفجرات في لفائف تغليف بلاستيكية أرسلت في أغسطس الماضي من ميناء أوديسا في أوكرانيا ثم عبرت بلغاريا وجورجيا وأرمينيا قبل دخولها إلى روسيا ويعد الجسر الذي تبلغ تكلفته سلاسة وستة من عشر مليار دولار الأطول في أوروبا وهو يعتبر حيويا لاستمرار العمليات العسكرية الروسية جنوب أوكرانيا ويعد طريق إمداد حيوي للقوات الروسية وردا على التفجير الذي استهدف جسر القرم شنت روسيا ضربات استهدفت البنية التحتية في عدد من المدن الأوكرانية حيث قال وزير الطاقة الأوكراني هيرمن هاليشينكو إن موسكو قصفت نحو سلاسين في المائة من البنية التحتية للطاقة بالبلاد وذلك خلال هجمتها الصاروخية اليومين الماضيين الغرب كذلك لا يكف عن تصعيد الصراع وإطالة أماده من خلال تقديمه للدعم لكييف حسب تصريحات الكريملين كما أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف أن كييف تلقت أول نظام دفاعي المضاد للطائرات من ألمانيا بالإضافة إلى أربع وحدات إضافية من منظومة هيمارس الصاروخية من الولايات المتحدة الأمريكية ومع مواصلة الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا ومواصلة الضربات الروسية يبدو أن الصراع لن ينتهي في القريب العاجل على عكس ما كان يأمله البعض قال الكريملين أن تصريحات الزعماء الغربيين عن استخدام محتمل للأسلحة النووية هي تصريحات ضرة واستفزازية عربا متحدث باسم الكريملين ديماتري بيسكوف عن أسفه لحديث قادة الدول الغربي عن الأسلحة النووية كل يوم معتبرا أن تصريحات الأمين العام لنيتو تؤكد أن الحلف يقاتل إلى جانب كييف أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي نيتو يانس سلتنبرغ في مستهل اجتماع للحلف بشأن تسليم أسلحة لكييف أن الأولوية الآن هي لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا وقال الأمين العام أن حلفاء أوكرانيا الغربيين يدرسون تزويد كييف بمزيد من الأنظمة الدفاعية الجوية لحمايتها من الهجمات الصاروخية الروسية على مختلف أنحاء البلاد قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أستن أن حلف شمال الأطلنطي نيتو سيلبي احتياجات أوكرانيا من الأسلحة أشهد أستن في بداية اجتماع لأعضاء حلف شمال الأطلنطي نيتو على مستوى وزراء الدفاع أشهد بالمكاسب العسكرية الأوكرانية منذ سبتمبر الماضي ووصفها بأنها استثنائية سنلبي احتياجات أوكرانيا الملحة في وقتها وكما أشار رئيس بايدن فهناك توفير لمزيد من الأنظمة الأساسية لمساعدة أوكرانيا في النجاح في ساحة المعركة وهذا يشمل 16 هاويتسر وأيضاً دخيرة من 1.5 وكما نزيد التموضع لتلبية الإحتياجات الدفاعية لأوكرانيا في الأشهر والسنوات القادمة أنا فخور أننا بقيادة الرئيس بايدن فإن المساعدات الأنية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى نحو 16.8 ومع شركائنا وحلفائنا فإننا نقدم مساعدات قوية لأوكرانيا وهذا يساعد لتعزيز الدفاعات الأوكرانية على المدى البعيد قالت أجهزة الأمن الروسية أنها أحبطت محاولة هجوم في موسكو وأخرى في بريانسك بالقرب من أوكرانيا وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي في بيان له أنه اعتقل أوكرانياً يشتبه في قيامه بتحضير لهجوم بقاذفة صواريخ في منطقة موسكو وآخر متهماً بأنه أراد تنظيم هجوم بالمتفجرات على مركز لوجستي في بريانسك بدأ ممثل ادعاء من فرق العدالة الدولية المتنقلة بتحقيق في جرائم حرب محتملة ترتكبها روسيا من خلال الضربات الصاروخية في كييف ومدن أخرى أوضح رئيس الادعاء بفرق العدالة الدولية المتنقلة التي تساعد تحقيقات الأوكرانية أن المحاقيقين المعنيين بجرائم الحرب قد زاروا مواقع في كييف وفحصوا الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية المدنية أكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والاحتياجات التي لاغن عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة محظورة وذلك بموجب القانون الدولي الإنساني وحثت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حثت روسيا على الامتناع عن المزيد من التصعيد في أوكرانيا واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولة فوندرلاين روسيا باستخدامها الطاقة كسلاح أكدت فوندرلاين ضرورة العمل مع الشركاء لتخفيض أسعار الغاز مشيرة إلى أن الاتحاد يستورد الآن من روسيا سبعة ونصف في المئة من إمدادات الطاقة بعدما كان يعتمد على أكثر من أربعين في المئة وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن السبب الحقيقي لأزمة الطاقة هو حرب روسيا على أوكرانيا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات مشروع مستقبل مصر مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي وذلك الاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتة الجديدة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر من كافة العناصر ومكونات البنية الأساسية وضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض الموقف التنفيذي لكل من مشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المينيا وبني السويف وكذلك مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللهون بمحافظة الفيوم وعود إلى ملف الأزمة الأوكرانية حيث أغلق أحد خطي أنبيب دروكبا النفطيين الذين يربطان روسيا بألمانيا بعد اكتشاف تسرب في بولندا ووضحت الشركة المشغلة أن أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي مشيرة إلى أن الخط الثاني يعمل بشكل طبيعي من جانبها رجحت بولندا أن لا يكون وراء التسرب النفطي أي عمل تخريبي ويعمل خط الأنابيب دروكبا الذي يعد واحداً من أكبر خطوط الأنابيب في العالم منذ بداية التسعينيات حيث ينقل الخط الأول النفط إلى مصاف التكرير في بولندا وألمانيا بينما ينقل الخط الثاني النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يعتقد أن بلاده ستشهد ركوداً اقتصادياً معتبراً أنه في حال حصل هذا الأمر فإن هذا الركود سيكون طفيفاً للغاية يأتي أقرار بايدن بإمكانية أن يشهد أكبر اقتصاد في العالم ركوداً بعيد عن الدعوة التي أطلقها صندوق النقد الدولي إلى المصارف المركزية للتحرك وبحزم لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف هذا وقد أكد صندوق النقد في تقرير له أنه بهدف مواجهة التضخم الذي يسجل أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي والذي يخشى أن يصبح راسخاً على المصارف المركزية أن تواصل رفع أسعار الفائدة دعا رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية كو جايول الولايات المتحدة للسماح بتأخير ثلاث سنوات على الأقل في تنفيذ قانون أمريكا الجديد بشأن الإعفاءات الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية الذي ينظر إليه على أنه يمثل ضرراً لشركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية وطلب رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية من إدارة التنمية الاقتصادية بجورجيا في ولاية جنوب شرق الولايات المتحدة التفكير بجدية في تأخير تنفيذ قانون خفض التضخم معتبراً أن الشركات الكورية تستثمر بكثافة في الولايات المتحدة وتساهم في الإنتاج وخلق فرص العمل خفض صندوق النقد الدولي من توقعات النمو الاقتصاد العالمي خلال العام القادم بمقدار 2 من 10 نقطة مئوية إلى 2.7% مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضي بنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2023 بنسبة 2.9% توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد العام القادم ركوداً اقتصادياً سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم في أحدث توقعاته الخاصة بأفاق الاقتصاد العالمي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 وسط ضغوط متداخلة من الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار التاقة والغذاء والتضخم فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد محذراً من أن الأوضاع قد تتفاقم بشكل كبير العام المقبل الصندوق توقع أن ينكمش ثلث الاقتصاد العالمي بحلول العام المقبل وذلك مع انطلاق أول اجتماعات سنوية في واشنطن بالحضور الشخصية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ ثلاث سنوات وخلال الاجتماعات السنوية أشار صندوق النقد إلى أن النمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام المقبل سيتبطأ إلى 2.7% مقارنة بتوقعات بلغت 2.9% في يوليو الصندوق أبقى كذلك على توقعاته لنمو لعام 2022 عند 3.2% مما يعكس إنتاجاً أقوى من المتوقع في أوروبا ولكن أداء أضعف في الولايات المتحدة بعد نمو عالمي نسبته 6% في عام 2021 في غضون ذلك حض صندوق النقد الدولي المصارف المركزية على التحارك بحزم لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف وذلك في تقرير للهيئة يصلت الضوء على أوضاع ضبابية على صعيد الاستقرار المالي وتواجه الأسواق المالية ضغوطاً في حين يتجنب المستثمرون المخاطرة في ظل عدم اليقين الاقتصادي والسياسي إلى ذلك أعرب الصندوق عن قلقه أيضاً من التعثر في القطاعات العقارية في دول عدة ما يثير القلق من امتداد هذه الصعبات إلى القطاعات المصرفية والاقتصادية بشكل عام الصندوق صلت الضوء كذلك على الصعبات المتزايدة التي تواجهها الدول النشئة أو ذات الدخل المنخفض مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بالدولار بسبب التضخم دعا رئيس بنك فرنسا المصارف المركزية إلى تنسيق سياسيتها النقدية لأن إجراءتها حسب قوله تؤثر على الاقتصادات الأخرى وشار رئيس بنك فرنسا إلى أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبلغ قبل نهاية هذا العام إلى ما يسمى بأسعار الفائدة المحايدة أي التي لا تحفز الاقتصاد ولا تتسبب في إبطائه ويقدرها بـ 2% مؤكدا أن معدل التضخم في منطقة اليورو وصل 10% على مدى عام في سبتمبر الماضي أعلن البنك المركزي في كوريا الجنوبية رفع سعر الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم على الرغم من المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إبطاء النمو الاقتصادي بشكل مفرط ذكر البنك المركزي أن مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا قد صوت على رفع سعر إعادة الشراء لمدة سبعة أيام من 2.5% إلى 3% في اجتماع لتحديد سعر الفائدة وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ حوالي عشر سنوات التي يرتفع فيها هذا المعدل إلى نطاق 3% أعلن الجيش السومالي مقتل أربعة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في عملية عسكرية في منطقة بولو كونو ومناطق أخرى شمال البلاد وأوضح الجيش السومالي أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط أسلحة ومركبات كانت بحوزة العناصر الإرهابية مشيرا إلى أن العملية جاءت بعد أن تلقى الجيش معلومات تفيد بأن عددا من العناصر تتجه سرا إلى بعض القرى من أجل أخذ الأموال من المزارعين بشكل إجباري أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش أنه يمكن للعمل المناخي الجريء أن يحقق فوائد اقتصادية بقيمة 26 تريليون دولار أمريكي وذلك بحلول عام 2030 بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة شدد جوتارش على ضرورة زيادة الإمدادات من المصادر منخفضة الإمبعاثات بمقدار الضعف وذلك بحلول عام 2030 التحول للطاقة النظيفة لم يعد رفاهية فالكوارث الطبعية تضرب هنا وهناك وسطح الأرض بات أكثر اشتعالا الأمم المتحدة دعت إلى مضاعفة إمدادات الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030 للحد من ظاهرة الاحترار المناخية مشيرة إلى أن التداعيات الأخيرة على سوق الطاقة قد تسمح بتسريع عملية الانتقال للطاقة النظيفة تقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أكد أن قطاع الطاقة المتسبب الرئيسي في الانبعاثات الضارة بات هو نفسه عرضة للخطر بسبب التغيرات المناخية وذلك بسبب تأثيرها على مصادر الطاقة المتجددة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أوضحت أنه إذا لم يسارع العالم إلى التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة لإبطاء أزمة المناخ فإن الأحوال الجوية القصوى ستعرض أمن طاقتنا للخطر وقد تعرض إمداداتنا من الطاقة المتجددة للتعديد الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتيري تالس حثر من أن تحقيق الهدف بالتوصل إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050 لن يكون ممكناً إلا في حال ضعفنا إمدادات الكهرباء المنخفضة لانبعاثات خلال السنوات الثامنة المقبلة كما أشار أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن معظم بلدان العالم متأخرة في تنفيذ تعهدتها المتعلقة بالتاقة المتجددة لافتاً إلى تنفيذ 50% فقط من التزامات التاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2030 وذلك ما يؤثر سلباً على أهداف اتفاق باريس للمناخ تلقى صاروخ فضائي تابع لوكالة الفضاء اليابانية ومحمل بأقمار صناعية أمراً بالتدمير الذاتي بعد فشل عملية إطلاقه ولم تؤكد وكالة الفضاء اليابانية جاكسا في الحال المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام ومفادها أن صاروخ إبسلون تلقى أمراً بالتدمير الذاتي بعدما اكتشفت الوكالة أنه يعاني من مشكلة تحول دون تحليقه بأمان وبحسب وسائل إعلام يابانية فإن هذا أول صاروخ فضائي تفشل اليابان في إطلاقه منذ 2003 نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة تثقيفية بجامعة أسوان عن نشاطها وجود متطوعين بمحافظة أسوان وتضمنات الكشف عن جهود وإنجازات المبادرة بالمحافظة وحث شباب الجامعات على نشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية وأهميته بالنسبة للمجتمع والأفراد وتم توزيع استمارات التطوع على الطلاب المشاركين وخلال الندوة أكد نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون الطلاب والتعليم لؤي سعد الدين أكد أن الجامعة نفذت العديد من مبادرات حياة كريمة خاصة في المجال الصحي حيث أوفدت القوافل الطبية لدولة تنزانيا مرتين ثم لجمهورية جيبوتي إضافة للمبادرات داخل حدود محافظة أسوان وخارجها في حلايب وشلاتين المستهدف من خلال الندوة تعريف المجتمع الجامعي بدور طلاب الجامعات المشاركين معنا وزملائهم من الطلاب للدور اللي بيلعبوه خلال تنفيذ مبادرة حياة كريمة بشكل مستمر النهاردة بنبدأ مع الشباب لأن ضلع أساسي من نجاح المبادرة ونجاح عمل المؤسسة هي الشباب إحنا معانا أكتر من 36 ألف متطوع على مستوى الجمهورية يهمنا أن يكون فيه عدد أكبر من المتطوعين علشان خاطر إحنا يهمنا أن نعرفهم أكتر بجهود المؤسسة ودورها في نجاح المشروع القومي حياة كريمة حقيقي المبادرة دي من أفضل المبادرات اللي تم تنفيذها على أرض الواقع وبتسعى لتعزيز مفهوم التطوع لدى طلاب الجامعات وحقيقي بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبواجه له كل الشكر والتحية والتقدير على المجهود المبزول في هذه المبادرة استفدنا من مبادرة حياة كريمة استفادة كبيرة خاصة في التطوع احنا كنا بننزل في المبادرات دي بنستفيد من خبرات أكتر بنتعرف على الناس أكتر بنستفيد إزاي احنا نفيد المجتمع إزاي نطور وننمي من القرى بتاعتنا أهمية التطوع أنه بيقوي قدرة التواصل وأنه بيفيد المجتمع ويخلي الواحد خدوم جدا لمجتمعه وبالنسبة للمبادرة وصراحة حاجة جميلة جدا والدعم من الرئيس السيسي وإن شاء الله كده في تطور دايم بإذن الله أعلنت مؤسسة حياة كريمة تنفيذة مئة بالمئة من نسب الإنجاز في بعض مشروعات المبادرة الرئاسية في محافظة الشرقية أوضحت المؤسسة أن المشروعات التي تم تنفيذها بمركز الحسينية هي مجمع للخدمات الحكومية ووحدة لطب الأسرة وأيضا رافعين للصرف الصحي شاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بورتوكول تعاون بين وزارة القطاع الأعمال العام وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف البرتوكول إلى تعزيز التعاون والتنسيق ودعم التكامل بين الجانبين بهدف تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وخلق مناخ استثماري جيد بما يخدم الاقتصاد الوطني وبموجب البرتوكول سيتم تقديم الدعم الفني من جانب جهاز حماية المنافسة للعاملين بوزارة القطاع الأعمال العام والكيانات التابعة لها على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ في التعاقدات الحكومية في إطار حملة الجهاز لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية شهدت محافظة البحيرة لقاء جماهيريا موسعا ضمن الفعاليات الجماهيرية التي دعا لها الحوار الوطني توفد الآلاف من مواطني محافظة البحيرة إلى قاعة مبارك بمدينة دامنهور للمشاركة في أولى اللقاءات الجماهيرية بمحافظة البحيرة ضمن الجولات التي يقوم بها تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظات الجمهورية وقد شارك في هذا اللقاء مواطنون من كافة مراكز وقرى محافظة البحيرة لطرح ومناقشة القضايا والأمور ذات الأولوية ورفع طلباتهم ورؤيتهم لمجلس أمناء الحوار الوطني انطلقت فعاليات معرض زايد للكتاب في دورته الثامنة وللمزيد حول فعاليات المعرض انضبوا لنا من هناك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد رامي بعد التحية حدثنا عن فعاليات المعرض لديك تحياتي لك يوسف ولكل متابعين من أجنحة معرض زايد للكتاب في دورته الثامنة حيث انطلقت الفعاليات منذ صباح اليوم هذه الفعاليات التي يشارك فيها عدد كبير من الكتاب والعرضين ودور النشر أيضا هذه الدورة الثامنة أتت بعنوان الثقافة حياة وأيضا تأتي ضيف شرف هذه الدورة هي دولة سوريا بمشاركة كبيرة وعدد من الأجنحة وأيضا تم اختيار شخصية هذا العام للأديب العالمي نجيب محفوظ وأيضا هذا المعرض يستمر حتى الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري عودة إليك مرة أخرى حدثنا عن الإقبال رامي إقبال المواطنين على المعرض وذكرت أن ضيفة الشرف دولة سوريا وشخصية العام نجيب محفوظ يعني ما هي الفعاليات التي مقترح إقامتها في إطار هذا المعرض هذا المعرض الذي يقام على عدد كبير من الأجنحة بمختلف الأنواع من الكتب والمكتبات ودور النشر تأتي على رأسها عدد من الفعاليات الثقافية والندوات الخاصة بعدد كبير من الكتاب والشعراء وأيضا هناك أجنحة خاصة بالأطفال وهذا يمكن الجديد هذا العام هو مساحة كبيرة للأطفال ولمزيد من القراءة لغرز القراءة ومزيد من التفاعل مع الكتب هنا بجميع أنواعها الكتب الصوتية والإلكترونية وغيرها أيضا عدد كبير من المسابقات سوف تشهد هذه الدورة وتستمر حتى نهاية المعرض زميلي رامي محمد شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن الجالية المصرية في أستراليا تعد من أهم الجاليات حول العالم وتضم نماذج منيرة ومشرفة لهم قصص نجاح كبيرة نفخر بها مؤكدة على العلاقات القوية التي تجمع مصر وأستراليا جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سوها جندي سفير أستراليا لدى مصر أكسل ويبن هورست والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون في الملفات المشتركة أكد وزير الموارد المائية ورأيها نيسويلم أن مصر تحرص على دعم التنمية بكافة الدول الأفريقية وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة في قطاع المياه مشيرا إلى أن مصر سوف تتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفريقية للدورة القادمة خلال عامي 2023 و2024 حيث ستسعى مصر لتعزيز أوجه التعاون بين مختلف الدول الأفريقية جاء ذلك خلال اجتماع وزير الموارد المائية ورأيها نيسويلم مع وزير المياه النيجيري سليمان أدمو والوفد المرافق له وذلك للتبحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه شهد وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملة وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة فرانك هارتمان توقيع خطاب نوايا للتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيغاس وشركة فرنيتر دايا الألمانية وذلك للتعاون في مجال خفض الانبعاثات الكربونية في منطقة امتياز دسوق التي تعمل فيها الشركة الألمانية ويتم من خلال هذا الخطاب تحديد مجموعة الأنشطة التي يمكن للجانبين العمل عليها في هذا الإطار والاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك يأتي هذا التوقيع في إطار جهود وزارة البترول بالتعاون مع كياناتها وشركائها العالمين وكافة عناصر منظومة البترول المصرية في العمل المستمر من خلال برنامج تحسين أنشطة الإنتاج على خفض الانبعاثات الكربونية والتحكم فيها والاستغلال الاقتصادي لغاز الشعلة برعاية سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تتواصل فعليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية حتى الخامس عشر من الشهر الجاري ينظم المعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة يستهدف المعرض مساعدة العاملين بقطاع الحرف اليدوية على التسويق والترويج لمنتجاتهم وفنونهم التراثية والتي يتميز بها المبدعون من محافظات مصر المختلفة أكد وزير تنمية المحلية هشام أمنى استمرار جهود الوزارة لدعم وتطوير منصة أياد مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والتعاون مع جميع الجهات المعنية للنهوض بالمنصة وتطوير استراتيجية تسويق المنتجات الحرفية والتراثية داخليا وخارجيا خلال الفترة القادمة أشار وزير التنمية المحلية إلى أن مشاركة أياد مصر في معرض تراثنا تهدف إلى زيادة فرص تسويق الإلكتروني لها وفتح أسواق جديدة للعارضين على المستويين المحلي والدولي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات للمساهمة في القضاء على البطالة انتهت نشرتنا وهذه تذكرة بالعنون أعلمي مجلس الوزراء يسلط الضوء على إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد الوطني ويبرز توقعته بأن تحقق مصر أعلى معدلات النمو بوتين يتهم أوكرانيا بالوقوف وراء تفجير الجسر القرن وكييف تنفي وتندد بالتحقيق الروسي في الحادث بعد نوردستريم إغلاقوا خط النفط دروكبا الذي يربط بين روسيا وألمانيا بسبب تسرب في بولندا وصلنا إلى ختام النشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصرية شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة